دعوات لتحرير قطاع الانترنت من ميليشيا الحوثي بعد تسببها بوقف الخدمة كليا تصاعدت الدعوات مؤخرا من مختلف فئات الشعب اليمني للحكومة اليمنية لتحرير قطاع الاتصالات والانترنت بعد تسبب الميليشيا الحوثية بخروج الخدمة عن العمل وتوقفها بشكل كلي عن مختلف المحافظات اليمنية ومنذ منتصف ليل الخميس انقطعت خدمة الانترنت عن أغلب المحافظات اليمنية حيث ادعت ميليشيا الحوثي أن التحالف استهدف مبنى الاتصالات في محافظة الحديدة مما أدى إلى خروج الخدمة عن العمل نتيجة تحطل البوابة اليمنية للانترنت في حين لا توجد مصادر رسمية أخرى للحكومة اليمنية لتوضح حقيقة ما حصل فقد اتهم البعض ميليشيا الحوثي بقطع خدمة الانترنت عن عموم اليمن بهدف تعليب الرأي العام المحلي ضد التحالف وفي ظل هذا التباين والغموض تضعفت الدعوات للحكومة الشرعية بضرورة تحرير قطاع الاتصالات والانترنت من قبضة ميليشيا الحوثي حيث ظل هذا القطاع سلاحا استراتيجيا واقتصاديا في يدي ميليشيا الحوثي منذ بدء الحرب قبيل سبعة أعوام ويشير مختصون إلى أن مصادر الانترنت الرئيسية في اليمن هي ثلاثة يوجد منها اثنان مصدرهما مدينة الحديدة وتخضع لعمليات تجسس حوثية بالإضافة إلى ابتزاز بمحدودية البيانات ونقاط النت المسموحة للمناطق المحررة مؤكدين أن الميليشيا بهذه الأعمال تقوم بامتصاص اقتصاد المناطق المحررة من خلال عدة آليات ملتوية وأساليب غير قانونية ويطالب خبراء في مجال الاتصالات والانترنت بضرورة تأسيس بوابة انترنت وطنية محررة ذات حزم بيانات عالية وربطها وتوزيعها من عدن إلى باقي المحافظات دون استثناء ومن دون احتكار خدمة اتصالات محلية ودولية بعيدا عن سيطرة وتحكم ميليشيا الحوثي وأشاروا إلى أن خطوات كهذه ستقطع الطريق أمام ميليشيا الحوثي في استغلال المقدرات الوطنية ومحاربة الشعب اليمني عبر حرب المعلومات والاتصالات التي باتت هي المعركة الرئيسية في نزاعات القرن الواحد والعشرين